تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الرعب والخوف التي عنا منها المواطنين في الصين وطاجيكستان بسبب زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب الصين وطاجيكستان وأعلنت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ في طاجيكستان اليوم الخميس تعرض بلادها لهزة ارتدادية تبلغ قوتها حوالي 6 درجات وسط مخاوف من حدوث كارثة حال انهيار احد السدود في المنطقة ويأتي هذا في الوقت الذي افاد فيه مركز رصد الزلازل الصيني بان زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب طاجيكستان الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانيج في شمال غرب الصين ترجمة نانسي قنقر